والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الله والحمد الله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العليه العظيم. ازاكم اخواتي عاملين ايه يا رب تكونوا بخير. اه النهاردة ان شاء الله حنتكلم عنا اه بشوف بصراحة في في الجروبس. اه على الفيسبوك تساولات كتير عن اوضل الكتب الخارجية اللي احنا نشتريها في كل مادة. اه فالحقيقة حبيت ان انا قفتكم بتجربتي الخاصة مع الكتب الخارجية. والنهاردة ان شاء الله حبتدي معاكم بمادة العلوم. اه وحقارن ما بينها وبين الكتب الخارجية اللي انا اشتريتها قبل كده. وحنشوف مين اللي افضل. اه حقيقة انا كنت الاول بجيب طبعا بجيب على طول سلحة الميز. ومفيش شك ان كتاب سلحة الميز فيه مميزات. ولكن اه الصراحة كنت بحس ان هو المعلومة فيه شوية يعني صعبة على الطالب وصعب ان هو يستخرجها منه. اه فعشان فقلت اجرب كتاب الاضواء. اه فبصراحة اه من ساعة ما جربته. وهو اه انا حست ان هو افضل بكتير في تحصيل المعلومة اه بالنسبة اه للطفل وهو بيذاكر. اه تعالوا كده نفتح الكتاب ونشوف اه مش معنى كده ان الاضواء هو افضل كتاب في كل المواد. يعني لو استمروا كده معنا ان شاء الله في مشاهدة الفيديوهات هتعرفوا ان اه لا فيه كتب سلاح التلميذ بيكون افضل فيها. فمواد معينة بيكون سلاحة التلميذ افضل فيها وبيقدم اه اه معلومة بشكل افضل. فمش في كل الاضواء بيكون افضل. دي طبعا وجهة نظر الشخصية علشان برضو في ناس بتبقى لها وجهات نظر مختلفة. اه لما نيجي نفتح كده الكتاب حلاي الكتاب اولا حجمه كبير غير الكتاب سلاح التلميذ بيكون حجمه كده صغير وصغير. اه فده برضو بيفرق مع الطالب اثناء المذاكرة. اه زي من شايفين كده في مفاتيح في الكتاب. اه بدي بنلاقيها موجودة اثناء اه اثناء ما احنا بنتصفح الكتاب فكر واجب اختبر نفسك اه معلومة اسرائية هل تعلم تذكر اه واحد الاضواء وكل ده بيقول اه قدامه هو بيعني ايه قدامه. تعالوا بقى نفتح الدروس ونشوف اه هل فعلا الكتاب اسهل من اه في توصيل المعلومة من الكتب الاخرى ولا لا? هنفتح كده الدرس الاول ده طبعا كتاب الصف الاستادس الافتدائي. اه طبعا انا بدأنا موضوع القلوم ودرسات من الصف الرابع. فطبعا اه انا جبت السلاح التلميذ كتير. وبصراحة اه لما جبت اه كتاب الاضواء فرق معي جدا. زي ما انتم شايفين المعلومة فيه موجودة بشكل الواسع. مش مضغوطة زي سلاح التلميذ. اه ثانية ملونة. ثالثا دايما المعلومة المميزة والمهمة هو بيلونها لك او بيحطها لك في اه بوكس كده بتسهمي ان دي معلومة مميزة سواء كانت بقى تعريفات زي ما انتم شايفة كده. او بيكون اه هو هنا بيعرف الجرام والكيلو جرام. بيفهمنا يعني ايه الجرام والكيلو جرام. اه اللي بتلاقيه هنا ملون الكلمات اللي ممكن تجينا في صح وغلط زي مسلا وحدة القطن هو واحدة مناسبة دقيش الكتلة الكبيرة جدا مثل حديدو الاسمن الكتلة الكبيرة جدا دي تليها ممكن تجي في صح وغلط في اختيارات في صحح آآ في صحح آآ المصطلح الخاطئ آآ فالكلام الملونة في النص ده مهم جدا. هنا مسلا كلمة الكتر الصغيرة الكتر متوسطة. فدايما الكلام الملون اللي بقى جوة حتى الفقرات الملونة. يعني الفقرات الملونة كلها بالكامل مهمة. وكمان الكلمات الملونة ده مهمة لازي ما قلت لك بديلك في الاسئلة الصح وغلط. يعني دي الحاجات الملونة دي بتيجي تعريفات مسلا ومفاهيم اذكر مفهوم العلمي. آآ وكمان الحاجات الملونة الكلمات الصغيرة الملونة بتبقى في وسط الفقرة دي بتيجي في صح وغلط وبتيجي في في الاكمل وبتيجي في آآ في اذكر اجابة صحيحة. زي ما تشايفين هنا هنا موضح التحويلات بتاعة آآ الوزن. تمام? هنا زي ما تشايفين هنا عمليق عامل مقارنة زي ما حضرتكم كده شايفين بشكل جميل جدا. آآ بشكل يوضح للطالب وتخيل كمان الاشكال بتاعة الموازين. الميزانزول كفة الواحدة والميزانزول كفتين. آآ وهنا بيقول لي ان ازاي بنختار الموازين. فالمعلومة في شكلها مفصل وسهل. هنا آآ بيعمل التجربة زي ما انتو شايفين كده هو بيعملي التجربة بيقولي الاستنتاج. طبعا الاستنتاج ده بيجي علي اسئلة كتير في الامتحان عشان كده هو ملونهولي. زي ما شايفين آآ فيه المعلومات المهمة اللي هي بتيجي زي ما قلت لكم في الاسئلة آآ الصح وغلط والآآ يعني والاختيارات وآآ والنقط هو ملونها باستمرار ان كتلت الجسم مثلا مقدار سابط في اي مكان في الكون. الجميل بقى جدا في الكتاب واللي انا بحبه جدا ومن الاسئلة اللي بتقف مع الاولاد دايما والملحظات طبعا هو حاطتها ومهمة جدا طبعا لان هي فدايما الحاجة المهمة بيكون نحطها لك في برواز آآ سواء كان ملونه او مش ملونه آآ كمان هتلاقي ان هو الدرس يعني الكتاب بقى فيه حاجة جميلة جدا انه هو التعليلات آآ علي الميالي بيكون دايما دايما موضحها لك جوه الدرس ودي حاجة بتبقى مهمة جدا بالنسبة للطالب لان آآ عمان تجربتي مع اولادي آآ بحس ان الطفل ممكن يكون مذكر الدرس كويس جدا بس مش عارف ان الحتة دي فيها سؤال تعليل فيجي يجيل بقى في الامتحان على الدرس اللي هو مذكر كويس جدا سؤال تعليل فتليه مش عارف يجاوب لان هو مش عارف السؤال بيسأل على الحتة دي موجودة فين في الدرس اللي هو مذكره فحتة ان هو بيوضح لي التعليلات اثناء آآ المذاكرة بتاعت الدرس دي حتة بتفرق جدا مع الطفل خاصة على اخر السنة لما بيكون عنده كمية تعليلات كبيرة وهو آآ مش مذكرها على مدار الترمي بتبقى بصراحة آآ عاملة معا مشكلة كبيرة فدي حاجة برضو مهمة جدا زي ما قلتها لحضراتكم زي ما انتم شايفين برضو التعريفات هو ملونها آآ والحاجات المهمة هو ملونها زي ما انتم شايفين فده بيسهل جدا على المذاكرة برضو التعليلات آآ زي ما حضراتكم شايفين والاستنتاج اللي دايما بيجي عليه اسئلة آآ في الامتحانات وفي الاخر هو آآ طبعا بيدي اسئلة كتير جدا آآ سواء حتى اسماء الوحدة يعني هنا مسلا الوحدة مخلصتش لكن هو عامل كمية اسئلة كويسة جدا عليها وكمان موضح ان هو جايبها منين ان هي جات في في محافظة الميني الفين وتمنتاشر القاهرة السويس وهكذا زي ما انتم شايفين كده آآ وهنا طبعا بيدي انسلة على القوانين والاسئلة آآ والاسئلة اللي تيجي عليها فانا شايفة ان الكتاب سهل وسلسه اسهل من كتب تانية كتير انا بقولش كتب تانية وحشة لكن احنا بندور على اللي سهل المعلومة آآ على آآ اولادنا وهنا معامل مقارنة آآ ما بين بقى الكتلة والوزن الفرق ما بين الكتلة وما بين الوزن مقارنة كاملة آآ زي ما انتم شايفين آآ قدام حضراتكم آآ فيه كمان حاجة كنت اتكلمت عليها قبل كده فازاي ان احنا نذاكر المواد ازاي نذاكر العلوم والزي نذاكر الدراسات آآ كنت اتكلمت عنها وحابة برضو اكد عليها آآ برضو في كتاب الاضواء صحيح هو بيكون في آآ التعليلات موجودة في نفس الدرس آآ فانت ده بيوفر عليك تعب كتير ولكن برضو ما فيش ما فيش مشكلة لما ترجعي من الكتاب من الخلف وحاك وتشوفي الملخصات بتاعته زي ما انت شايفة كده هتلاقي ان هو عامل اهم القوانين اهم المسائل اهم التعريفات اهم التعليلات فما فيش مشكلة لما تخلص درس بدرس وتفتح الكتاب من الخلف تطلعي اهم الحاجات الموجودة هنا اهم القوانين اهم التعليلات اهم التعريفات لعل وعسى يكون هنا في تعليل او تعريف احنا ما خدناش بالنا منه في البداية فهو يوضح لي اللي نقصني في الخلف آآ فمهم جدا برضو ان احنا نمثل الكتاب من قدام ومن وراء درس بدرس على اساس ان احنا نكون اي حاجة فاتتنا في التعليلات في التعريفات في القوانين نقدر احنا نحصلها درس بدرس وما تبقاش بقى متكومة علينا في اخر السنة وطبعا مهم جدا ان احنا اولادنا يتمرنوا على الحل لان هو زي ما انت شايفه بيكون جايب زي ما وردتك بيكون جايب فعلا اسئلة محافظات ما بيكون شو هو مقلف اسئلة من عنده بيبقى طبعا مقلف جزء وحاطط هو اسئلة محافظات فده بيخلي الطفل يحتك فعلا مع الاسئلة اللي بتجيله آآ في الامتحان. فدي بصراحة آآ وطبعا يعني من الخلف الكتاب مليان امتحانات زي ما حضرتكم شايفين آآ زي ما انتم شايفين كتاب آآ مليان امتحانات. فده بيسهل جدا على الطفل ان هو يتمرن. آآ في حاجة بس عيب واحد في كتاب الاضواء من وجهة نظري آآ ان هو آآ هو فيه اهو كده حوالي تسة وعشرين امتحان. ده غير طبعا التمانين على كل واحدة. آآ في عيب آآ آآ انا برضو للامانة حب ان انا نقله انه هو ما بيكونش مجاوب الاسئلة كلها. يعني في اسئلة هو بيكون آآ سايب اجابتها. آآ بس الموضوع ده برضو نحديم لكم حلو. الحل بتاع الموضوع ده الآتي. الحل ما بتاع الموضوع ده ان احنا آآ فيه جروبس كتير على الفيسبوك آآ بتبقى متخصصة بكل صف دراسي. يعني فيه مثلا ايد على ايد حننجح في سابتها مع بعض او في رابعة بنفس المسمى بيبقى الجروب لي الجروبات بتبقى من الاولى بتدايل حد الصف الثالث السنوي. فبصراحة بيبقى فيه نخبة من اولياء الامور ومن الاسادزة. اللي الحقيقة ما بيبخلوش على اي حد ان هو يوصل معلومة. آآ ويقول له ازا كانت في اي سؤال غريب هو يواجهه. فدي بالنسبة لي العيب الوحيد اللي موجود في افتامة الاضواء. آآ معادة ذلك فانا شايفة ان هو بيسطر المعلومة بشكل افضل للطالب. برضو عشان اقول الكلام بشكل جاء يعني بشكل كامل. ممكن نلجأ لسلاح التلميذ في حاجة واحدة بس. في التجميع اللي بتبقى من الخلف في سلاح التلميذ اللي زي اللي وردها لكم. بتكون شوية في كتاب الاضواء في سلاح التلميذ بتبقى فيها حاجة اللي هي التجميع اللي في الخلف دي اللي هي بتبقى فيها التعليلات ماذا يحدث ازا. وبتبقى شوية فيها ممكن حاجات سؤالين او تلاتة كده على كل واحدة. آآ بتكون في مثلا في ماذا يحدث سؤالين او تلاتة او عالل او بيكونوا مش موجودين في الاضواء. اللي الدليل امانة برضو. فاحنا ممكن اي حد عنده كتاب سلاحة التلميذ. اه على اخر السنة كده هوت. ناخد الكتاب ونصور منه الجزء الخلفي. الجزء اللي في الخلف اللي من وراء ده هوت. نصوره. على اساس لو فيه اي سؤال اه ما مرش معنا في كتاب الاضواء. نقدر ان احنا اه اه نستخدمه او نستعيده من كتاب سلاحة التلميذ. فدي كانت تجربتي يعني مع الكتابين. وانا شايف ان الاضواء افضل في المذاكرة وافضل في التحصيل بالنسبة للطالب. فعشان كده بصراحة انا جبته. اه وبفضل ان الولاد يذكروا منه يعني. فاتمنى ان انا اكون افدتكم. طبعا زي ما قلت لكم دي وجهت نظر الشخصية. ممكن الناس تانية تفضل مذاكرة من سلاحة التلميذ او من قطر الندى. ده على حسب كل واحد. فاتمنى ان يكون تجربتي افدتكم وموضحت لكم الكتاب من الداخل شحل وعمل ازاي. واستنونا ان شاء الله عشان نوضح لكم اه تجربتنا مع بقية الكتب. زي ما قلت لكم الاضواق مش في كله هو البرفكت. لا في حاجات بتبقى سلاحة التلميذ هو البرفكت. فتابعونا بازن الله على القناة. اه عشان تعرفوا اه بقية الكتب افضلها ايه. اشكركم جدا للحسن مشاهدة الاستماع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.